أفمن يعلم أن ما أنزل لكم ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما مر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغى وجه ربهم وقاموا صلاة وأنفقوا مما رزق لهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به أن يوصلوا ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط رزق لمن يشاء ويقادر ويفرح بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الأخيرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزر عليه آية من ربي يقول إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصريحة طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه ما تاب ولو أن قرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا القارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئا برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شراكاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في أرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل له فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرات يشقوا وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائما وظلها تلك عقوب الذين اتقوا وعقوب الكافرين النار والذين آتناه الكتاب يفرحون بما أنزل لكم للأحزاب من ينكروا بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه ما آب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وإتبعت أهواءهم بعدما جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسولنا ياتي بآية الله بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدوا مورته فينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وسيعلم الكفار لمن عقوب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخجى الناس من ظلمات إلى النور بيد ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وسدوا عن سبيل الله ويبغنها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا برسال قومه ليبين لهم فيضل له من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من ظلمة إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من ألف العون يسومنكم سوء العذاب ويذبحنا بناءكم ويستحن نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لازدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في أرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبركم قوم نوحي وعاد والثمد والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبدوا آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنا على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهكن الظالمين ولن نسكن أنكم أرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم يسقى مما إن صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميته ومن ورائه عذاب غنيد مثل الذي كفر بربهم أعمالهم كراماد اشتدت بريح فيهم العاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات وأرض بالحق يشابتكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبارزون الله جميعا فقال الضعفة والذي يستكبروا إنا كنا لكم تبعا فلأنتم مغنون عننا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدنا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الله أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما شرقتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا عن مصرحات جنات تجري من تحتها لأنهار خادل فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أقولها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة ويضلوا الله الظالمين ويفعلوا الله ما يشاء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البواري جهنم يصلونها وبإسل القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإنم عصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سره وعلن يتم من قبل آياته يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات الأرض وأنزل من السمايما فأخرج به من الثمارات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم ليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كثار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن عضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصري فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذزران عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه إلا بصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتدوا إليهم طرفهم وافدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أخسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرن في الأصفاد سرابلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ترجمة نانسي قنقر